عشان ترجع يا حبيبي ما تخليش الأمور مقتصرة على منافع حساب النفس على الناحية السلبية ما تبقاش ماسك ناحية سلبية فقط لكن ارجع شوف ايه الأخطاء اللي انت كنت بترتكبها وبعد كده تمتد إلى النواحي الإيجابية لأن لما ننتبه ونتجه إلى النواحي الإيجابية اللي بيها نعني الفضائل الحلوة اللي انت ممكن تبتدي تتكلم فيها هتلاقي نفسك بتحاسب نفسك حساب جميل وصريح وقوي يرجعك لربنا فعلا هندي مثل عشان احنا دايما بنحب الأمثال في حياتنا تقعد مع نفسك كده لو انت غضبان شوية وتقول لنفسك وانت قاعد بتحاسبها بتقول له ايه ليه انا غضبت من فلان الفلاني ليه الغضب خدني من الراجل اللي كان بيكلمني او من الشخص اللي كان بيكلمني ده النهاردة قال لي ايه انا قلت له ايه انا رديت عليه وعملت له ايه بعد كده لازم كل الامور دي تقعد وتشوف الامور بتاعتك ديه طيب انا في الحالة ديه ابتدي اعمل ايه احبائي لازم اشوف الكلام اللي تقال مني واللي تقال علي وليه انا قلت هذا الكلام وما خدتش في نفسي لحظة كده عشان ابتدي احاسب نفسي وارجع من تاني كان ممكن اخذ الكلمة دي ببساطة شديدة جدا من الشخص اللي قدامي واخدها ابنية سليمة وما حصلش ان انا اثير اعصابي ومشاعري واغضب واقوم في حالة غضب باستمرار ابص لسورة الصلاوات واقول ايه الاحتمال الجميل اللي احتمل الرب يسوع المسيح ده على شاني ده الكتاب قال عنه كلمة جميلة قوي كنعجة صامتة امام جزيئة وكحمل ثيقة الى الذبح ما تكلمش ما قالش والكتاب يقول عنه صوته ما كانش مرتفع كان هادي باستمرار يسمع الشتيمة ويسمع المؤامرات يسمع كل حاجة ويقول عنه الكتاب كان يشتم ولا يشتم فيش غضب ما فيش زعل ما فيش نرف هذا ما فيش الامور اللي احنا بناخدها كلنا دي في الاخر لكن ممكن اقول لنفسي واضح ان انا ما بحبش الشخص اللي قدامي ما فيش محبة حقيقية في قلبي تحتمل الشخص اللي قدامي كل الكلام ده احنا عايزين نحط نفسنا في القالب ده عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها وبنرغبها النهاردة ان احنا نرجع تاني للصورة الحلوة اللي ربنا خلقني عليها على صورة وعلى مساء شكرا شكرا